سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم اليوم قهو جرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج أمنا دائم إن شاء الله أن نلقاكم بالصحة والعافية أهم جاء في الصحافة الوطنية اليوم صحافة السبت الرابع عشر من ماي الموافق لها السابع من شعبان النهار تنشر بالوثائق والأدلة القصة الكاملة لرجل الأعمال وتحايله على القانون ربراب رجل فاسد وهذه حقيقة طروته شركة ربراب للحديد تستورد واسمها في القائمة السوداء للغشاشين ربراب يريد إنشاء لوب إعلامي للضغط على الحكومة ولكن ملف كامل حول قصة رجل الأعمال ربراب تجدونه في النهار لعدد اليوم عدد السبت الرابع عشر ماي توقيف المناجر العام لاتحاد الحراش بتهمة تلقي رشوة بألفي أورو وأجهزة الدرك للتشويش على الترواجي في مراكز امتحان الباكالوريا العملية ستتم بالتنسيق بين وزارة التربية ووزارة البريد ووزارة الدفاع ممثلة في الدرك الوطني ناديا العبيدي مخاطبة لويزة حنون قالت لها ماذا تنتظرين لرفع الحصانة وقالت ستدفعين الثمن غالي لإهانتي جريدة البلاد قالت جنازة رسمية للشيخ بو عمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الفيلسوف والمفكر بو عمران في ذمة الله وقالت البلاد جنازة رسمية بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال وزراء وشخصيات وطنية ورئيس عبد العزيز المطلقة بعث برسالة تعزية لأهل الفقيد البلاد قالت أيضا وتقريبا هذا الموضوع تناولته العديد من الصحف اليوم تخلط فرنسي كبير بمنطقة القبائل الجزائر تهاجم تصريحات استفزازية لسفير باريس وتساءلت البلاد قالت هل التقى برنار إيمي فعلا بنشاطة انفصاليين في تيزيوسو جريدة وقت الجزائر قالت زيادات بين الـ 42 والـ 54 مليون سنطيم في أسعار سكنات عدل إثنان وقالت أيضا أغلب المؤسسات الطربوية لم تكمل برنامجها الدراسي بسبب الضغوطات التي يعيشها الأستاذ الحوار عادت لموضوع تصريحات سفير فرنسا بالجزائر قالت بعد هولوند والساركوزي وفالس جاءت دور على السفير برنار إيمي وقالت فرنسا الاستعمارية تسر على سياسة فرق تسود جريدة المحور قالت وزير الخارجي المطلع مامرة يصف السفير الفرنسي بغير المسؤول وقالت أيضا المحرر اليومي لا دخول للوطن بجواز سفر فرنسي بعد الثلاثين جوان لأنه تم تسليم أكثر من 1.2 مليون جواز سفر بيومتري لأفراد الجالية جريدة المساء قالت الرئيس بوتفليقة معزيا عائلة الشيخ بو عمران الفقيد كان أحد أقطاب الفكر والثقافة وحجار يكشف للمساء عن اختراع طلبة بالوادي لدواء مضاد للسرطان جريدة المحور قالت استحداث شرطة خاصة مدربة لمنع الاعتداءات والتصدي للمجرمين بالمدن الكبرى جاء هذا في المحور هذه أهم عنوين الصحافة اليوم إلى التفاصيل النهار في صفحتها الأولى قالت ربراب فاسد وهذه هي حقيقته إلى النهار وقالت النهار تكشف النهار بالوثائق والأدلة في ملف كامل كيفية تحول المحاسب يسعد ربراب إلى رجل أعمال كون الثروة طائلة بشكل أقل ما يقال عنه أنها مشبوهة ثروة رجل الأعمال يسعد ربراب ظهرت للعنى قالت النهار مباشرة بعد خروج الجزائر من العشرية السوداء فأصبح الرقم واحد في احتكار الزيت والسكر وحاول بعدها الضغط على الحكومة وتغول من خلال محاولة إدخال الجزائر في دوامة الربيع العربي بافتعال أزمة الزيت والسكر سنة 2011 إلى غاية تحول ربراب إلى شراء شركات أوروبية مفلسة بأموال الجزائريين بالعملة الصعبة أمام أعين مسؤولي بنك الجزائر وهو ما يطرح ألف سؤال حول من يقف وراء تغول المحاسب الذي أصبح رمزا لسيطرة المال الفاسد وتجذره في بعض مؤسسات الدولة وهذا بإعاز من أطراف في الإليزي في نفس الموضوع النهر قالت ربراب يريد إنشاء لوب إعلامي للضغط على الحكومة وقالت النهر يحاول رجل الأعمال ومالك مجمع سيفيطالي سعد ربراب الاستلاع على المجمعات الإعلامية بالجزائر عملا بقاعدة من يملك الإعلام يحكم وذلك لاستغلالها في خدمة مصالحه والضغط على ما يسميها النظام للمحافظة على ثروته لمساومة كل من يقف في طريقه أو يسبح عكس الطيار وزيرة الثقافة السابقة نادي العبيدي مخاطبة الويزة حنون قالت ماذا تنتظرين لرفع الحصانة؟ قالت نادي العبيدي وتحدثت الوزيرة السابقة لثقافة نادي العبيدي شرابي حدثت الأمينة العامة لحزب العمال ويزة حنون وطالبتها بالإسراع في رفع حصانتها البرنامانية والمثول أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيد محمد في قضية القف التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة بعدما اتهمتها بعقد صفقات مشبوهة في قطاع الثقافة في حين أكدت العبيدي بأنها لن تتنازل عن القضية لأنها عاشت جحيم الكذب والإهانة والمساس بالشرف أجهزة الدرك للتشويش على الترواجي بمراكز امتحان البكالوريا قالت النهار شرعت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني في وضع طريقة جديدة لردع عمليات الغش في البكالوريا باستخدام تقنية الجيل الثالث وذلك من خلال العمل المشترك بين هذه الدوائر الوزارية للتشويش على تقنية الجيل الثالث إلى جريدة وقت الجزائر التي قالت توطر دبلوماسي جديد بين الجزائر وباريس وقت الجزائر قالت أحدثت تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر بيرنار إيمي خلال زيارته الأخيرة إلى تيزي وزو حول التأشيرة وكذا تلك التي أطلقها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تطاول التي تطاول من خلالها على الجزائر توطرا جديد في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطال عمرة تصريحات سفير فرنسا بالجزائر حول نسبة حصول سكان منطقة القبائل على التأشيرة لفرنسا أنها لا تخدم العلاقة بين البلدين ووصفها بالمؤسفة في أسعار سكنات عدل زيادات بين الـ 42 والـ 54 مليون سنتيم في أسعار سكنات عدل 2 قررت وزارة السكن والعمران والمدينة رسميا رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبيه 2013 والتي لن تتجاوز العشرين بالمئة مقارنة بالأسعار الحالية حسب توضيحات الوزير تبون وأوضح وزير السكن عبد المجيد تبون أول أمس بمجلس الأمة على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية أنه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبيه 2013 بزيادات لن تتجاوز العشرين بالمئة إلى جريدة البلاد وقالت الحكومة تريد استرجاع 3700 مليار باسم القرض السندي قالت البلاد بدأ وزير المالي عبد الرحمة بن خلف جولات اقتصادية موجهة للبنوك وشركات التأمين وكذلك مختلف المتعاملين الاقتصادين والتجار يحطهم فيها على ضرورة الاكتتاب في عملية القرض السندي التي تعول عليها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال النموذج الاقتصادي الجديد غير أن المثير للتساؤل هو هل سينجح بن خلف قالت البلاد في استقطاب المواطنين للاكتتاب وهو الذي ضرب بتعليمات الشريعة عرض الحائط الحوار قالت حسابات بنكية للمختاربين بالعملة الصعبة قريبا قالت الحوار سيتمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية للعملة الصعبة ابتداء من شهر أجوان القادم وهذا حصب ما أكده وزير المالية عبد الرحمن بن خلف أول أمس من وهران وهو ما يعتبره بعض الخبراء محاولة أخرى لاستقطاب الأموال المتداولة خارج الضائرة الرسمية للبنوء وذكر أن هذا الإجراء يتيح للجزائرين المقيمين في الخارج تأمين أموالهم في بلدهم لسيما في ظل التغيرات التي تشهد مختلف أنحاء العالم التي قد تقتضي على أفراد الجزائرية للعودة للإقامة في بلده جريدة الشعب قالت جثمان بو عمران يوارى الثرى بمقبرة سيدي فرج وقالت شيع ظهر أمس الجمعة بمقبرة سيدي فرج بالجزائر العاصمة جثمان الوزير السابق ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور الشيخ بو عمران بحضور كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الوزير الأول عبد الملك سلال وأعضاء من الحكومة يتقدمهم وزير العاد الحافظ الأختام الطيب لوح وزراء سابقون ونواب بالبرلمان بغرفته إلى جانب عديد الوجوه السياسية والثقافية الجزائرية وإلى جانب الأهل وأصدقاء ورفقاء الفقيد كما صنع أفراد الكشافة الإسلامية المشهد الجنائزي من خلال الحضور النوعي في جنازة الفقيد إلى الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت ما يقرب السبعين بالمئة من المترشحين هم فتيات وقالت المد الجزري للإناث جاء في مقال الإكسبريسيون أنهن استثمرنا في عالم الشغل والأعمال التجارية وبكل جدارة وحتى في ممارسة السلطة لها مكان الآن حواء وذلك حتى بدعم من الأحزاب الإسلامية وتصريحاتها الأخيرة وقالت أن تدعيمها من طرف الحركة الإسلامية وأن صار المجتمع الضكوري وقالت من 29 ماي إلى 12 جوان سيشتاز حوالي 818 ألف تلميذ شهادة الباكالوريا من بينهم 549 ألف من الإناث وهو مقالة الإكسبريسيون يدل على أن المعادلة السياسية وحتى الكثير من المعادلات ستتغير في الجزائر بعد كل هذه النسب من الإناث وولوجهم إلى كل المجالات في الجزائر جريدة لسوار دالجري قالت ضربة صعبة لداعش تحدثت في مقالها قالت أنه قل بعد أقل من 24 ساعة من العملية التي أصفرت على القضاء على سبعة إرهابيين في قرية مملين ببلدية معنى دائرة الأخضارية انتقلت لسوار إلى الأماكن وتحدثت مع مواطنين منطقة التي تابعوا هذه العملية التي استمرت إلى أكثر من ثماني ساعات يوم الأربعاء 11 مايو وأيضا بعض الجنود الذين لم يشاركوا في العملية ولكن تابعوا لحظة بلحظة هذه العملية على بعد بضعة كيلومترات وقالت لسوار دالجري أن الجيش الوطني الشعبي يضرب بقوة هذه الأيام معاقل القاعدة وداعش وكل التنظيمات الإرهابية تصريح اليوم وتصريح وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غابريت نوريا بن غابريت قالت أن نوعية المواضيع المطروحة في البكالوريا في البكالوريا ستكون مستقبلا الوسيلة الوحيدة لمحاربة كل محاولات الغش لسيما أن الموضوع سيحتمد على الفهم وليس الحف كما أننا سنعمل تدريجيا على الابتعاد عن المقاربة بالحف في إعداد مواضيع البكالوريا والاحتماد على فهم المواد التعليمية إلى جانب التركيز على الأخلاق والقيام في التكوين في القطاع سواء للمؤطرين أو التنميذ وذلك بداية من الدخول المدرسي المقبل بالتصريح نخطب معرفة الصحافة